السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وإياكم يا متابعين الكرام بإذن الله تعالى وصلنا بكورس بناء المهندس المدني إلى حساب عدد أسياخ الحديد في الطن الواحد طبعا لحساب عدد أسياخ الحديد في الطن الواحد عندنا ثلاثة طرق الطريقة الأولى مثلا لو كان عندنا سيخ بطول 12 متر طبعا معنى القطر هذا السيخ اللي نقول مثلا أيضا 12 ملي متر طول السيخ 12 متر قطره 12 ملي متر تمام كيف نعرف عدد أو كيف نحسب عدد أسياخ الحديد بالطن يعني بالطن الواحد عندنا ثلاثة معادلات المعادلة الأولى تقول وزن المتر الطولي للسيخ تساوي مربع القطر تقسيم 162 طبعا لما نقول القطر هنا القطر سنستخدمه بالملي متر لاحظوا بالأسوات كتبنا استخدم القطر بالملي متر يعني وزن المتر الطولي للسيخ قلنا قطر السيخ 12 ملي متر فيكون 12 ملي متر تربيع يعني 12 سكوير تقسيم 162 بهذا نكون طلعنا وزن المتر الطولي للسيخ طيب الآن المعادلة الثانية وزن السيخ نفسه يساوي ايش يساوي طول السيخ ضرب وزن المتر الطولي للسيخ طيب وزن المتر الطولي للسيخ الآن عرفناها من المعادلة الأولى ماذا يظل عندنا بالمعادلة الثانية يظل طول السيخ طيب طول السيخ كم طول السيخ يكون معطاة معطاة عندنا هو 12 متر من البداية قال لك طول السيخ 12 متر بهذا وزن السيخ يساوي طول السيخ الذي هو 12 ضرب وزن المتر الطولي للسيخ الذي طلعناه من المعادلة الأولى فيعطينا الجواب بالكيلو جرام طيب المعادلة الأخيرة تقول لك عدد الأسياخ في الطن يساوي ألف كيلو جرام تقسيم وزن السيخ لماذا ألف كيلو جرام؟ ألف كيلو جرام التي هي واحد طن لأننا نريد عدد الأسياخ بالطن فبالطن الواحد يساوي ألف كيلو جرام فتكون عدد الأسياخ في الطن تساوي ألف كيلو جرام تقسيم وزن السيخ وزن السيخ عرفناه من المعادلة الثانية بهذا تكون عرفنا عدد الأسياخ في الطن الواحد الطريقة الثانية وفيها معادلتين يقول لك بحال كان معنا سيخ بقطر 16 ملة المعادلة الأولى تقول الحجم يساوي الكتلة تقسيم الكثافة طبعا الكتلة كم؟ هي واحد طن لأننا نريدها عدد الأسياخ بالطن الواحد فالكتلة تساوي واحد طن نضع مكان للكتلة واحد طن طيب الكثافة كم؟ الكثافة يا كرام ثابتة ثابتة للصلب التسليح ثابتة تساوي 7.8 طن بالمتر المكعب فيكون الحجم الذي هو الكتلة على الكثافة يعني واحد على 7.8 يعطينا 0.128 متر مكعب بالمعادلة الأولى نكون عرفنا الحجم المعادلة الثانية تقول لك إيش؟ تقول لك أن الحجم V يساوي عدد الأسياخ نحن نريد إيش؟ نريد عدد الأسياخ فالآن غير معروفة عندنا أما الفي فعرفناها من المعادلة الأولى الذي هو الحجم طيب الحجم يساوي عدد الأسياخ مضروبة بإيش؟ مضروبة بطول السيخ الذي هو 12 متر مضروبة ببي قطر تربيع على 4 طبعا القطر ها هنا نستخدمه بالمتر عند الدي سكوير يستخدم القطر بالمتر يعني نحوله من الـ 12 ملي متر إلى المتر لما نضعه بهذا من خلال هذه المعادلة طبعا نلاحظ معنى الفي عرفناها من المعادلة الأولى وطول السيخ معطا عندنا 12 متر 3.14 على 4 أو الباي هذه الأرقام ثابتة الدياميتر الذي هو القطر نحوله إلى المتر ونعمل له تربية بهذا تكون كل الأرقام معنى إلا عدد الأسياخ فعدد الأسياخ يساوي إيش؟ عدد الأسياخ بالنهاية يساوي الفي هذه يعني الحجم على كل هذه الأرقام نقسم الحجم على كل هذه الأرقام التي اتضحت معنا أخيرا الطريقة الأخيرة والأسهل بحال كان قطر السيخ 16 ملي عدد الأسياخ تساوي 0.0136 تقسيم القطر تربية طبعا قطر الحديد هنا نستخدمه بالمتر وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الدرس نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس بارك الله فيكو